هناك تقارير أمريكية تكشف عن قيام إسرائيل تجري تدريبات على قدم وساق لكي توجه ضربة لإيران من خلال تغييرات على طائرات F-35 منها تغيير أو زيادة سعة الوقود يعني بتقديرك هل طائرات F-35 فعلا تحتاج إلى تغيير سعة خزانات وقودها يعني مع العلم أن هناك طائرات تزود هذه الطائرات بالوقود بالجو أو ما يعرف بالإرضاء الجوي تفضل بسم الله الرحمن الرحيم بالبدء مسألة التقييد الزمني هو قيد الرئيس الأمريكي بايدن في اليوم يعني حدد بحدود الـ 24 ساعة أي بمعنى أنه في الـ 42 ساعة أو الـ 72 ساعة قد تكون الاحتبالة مفتوحة في توجيه ضربة أما بقدر تعلق الأمر في البعد الفني في طائرات F-35 فهي بالحقيقة تجري عليها عمليات تطوير مشابهة للتي جرت على طائرات F-15 طائرات F-15 كانت انترسبتر كانت دفاع جوي لكن تمتاز هذه الطائرة من حيث الدزاين من حيث التصميم باستقرارية عالية جدا تمكنها من الطيران المنخفض بانسيابية واستقرار عالي فلذلك وجدوا أنه بالإمكان تحويلها من طائرات دفاع جوي إلى طائرات هجوب أرض وعلى أساس ذلك جرى تزويدها بمنظومة وقود تختلف عن تطويراً تختلف عن منظومات الوقود الأخرى إنها استثمرت التجاوف التي بين هيكل الطائرة وبين محرك الطائرة في إضافة خزانات داخلية ثم جعلت أنابيب الوقود تمر بتماث مع محرك الطائرة حتى تتبادل الحرارة ويصبح الوقود ساخناً وحيوياً فإذا دخل إلى غرفة الاحتراق كان أكثر فاعلية والتفت الحاجة للصرف العالي للوقود الخامل أو البارد مع وجود الوقود الساخن ثم مسألة مرحلة الإقلاع بالنسبة للطائرة يعني هذا الحديث عن الـ F-15 مرحلة الإقلاع هي دائماً تكون ضمن الأراضي الصديقة فجعلوا مسألة الخزانة الإضافة أو نطلق عليه بالـ Drop Tank تحمل الطائرة تعتمد عليه في صرفيات الإقلاع لأن في الإقلاع تحتاج إلى Maximum Power وتحتاج إلى After Burner الحارق الخلفي إلى أقصى حد وهي تكون طائرة فيها أعلى صرفيات وقود فتعتمد آنذاك على خزانات الوقود الإضافية هذه خزانات الوقود الإضافية يفترض أن لا تستمر في حاملها لسببها أولاً سبب إدراق سبب كبح ثانياً إذا دخلت إلى أرض العدو ستختفي التصميم بحيث قيمتها كشباح وتكشف لذلك يجري استخدام الخزانات الإضافية اللي نطلق عليه بالـ Drop Tank لفترة الإقلاع والتحليق لفترة آمنة ضمن الأراضي الصديقة ثم بعد ذلك ينقل طيار release إلى هذه الدروبات يسقطها يتخلى عنها فيحصل على نسبة دفع عالي لأن هذا الكبح مالتها سينتهي بسقوط هذا الدروب ثم يعود إلى الطائرة تصميمها أنها شبح وغير منظورة رادارياً ويعتمد على الخزانات التي تم إضافتها إلى التجاويف في داخل هيكل الطائرة ويعتمدون على قضية تماثل وقود مع المحرك وهذه بالحقيقة من المنظومات المتطورة جداً التي لم تشهدها إلا طائرة الـ F-50 ولذلك طائرة الـ F-50 التي طورت أصبحت في حيازة ثلاث دول فقط اللي هي إسرائيل والولايات المتحدة والنملكة العربية السعودية ولها كفاءة عالية جداً في مسألة التحليق الواطي وزودت برادار يشابه رادار طائرة التورلادو من حيث إبقالية تخطط تضاريس الأرضية للانخفاض إلى أعلى مستوى لتحقيق عنصر المباغته لمنظومات الدفاع الجوي أو للحدود المعادية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر